اكسل هو عبارة عن ميلف او مصنف اللي كيسمح لنا بتخزين مجموعة من الاوراق اذا اهنا في الاكسل فتحنا ميلف جديد تحت اسم كلاسو 2 واللي كيتوفر على ورقة واحدة يمكن لي نضيف العدد اللي كي نسبني من الاوراق بالضغط على هذا الرمز اللي على شكل عالمة زائد كنضغط عليه كتضاف عندي صفحة جديدة نضيفه اوراق خرا دائما بالضغط على هذا الزر لان انا مجموعة من الاوراق اللي يمكن لي ترتيبها بالشكل اللي بغيت هنا عدنا كل ورقة كتظهر باسم فوي مرفقة بالترقيم ديلها مثلا الان لا اختارت هنا يا فوي تخوة وضغطت على الزر ليسر فلاسوغي فلاحظوا معيا كي يظهر عندي هاد المثلت الاسود الصغير الان لا سحبت افقيا فكن سحب هاد المثلت للمكان اللي بغيت نوضع فيه لا فوي تخوة مثلا نوضعها هنا يا ما بين لا فوي 4 ولا فوي 5 بمجرد ما كنوقف الضغط على الزر ليسر فلاسوغي فكتظهر عندي الان لا فوي تخوة تماما في المكان اللي حدد يمكن لي ايضا نرجع الورقة لمكانها الاسلي الان لقمت باضافة عدد كبير من الصفحات فما كيبقوش ظاهرين عندي هنا يا ولهذا يمكن لي تنقل ما بين هاد الصفحات بواسطة هاد السهم يمكن لي ايضا نقوم بتسمية الصفحات ديالي الامر سهل يكفي نضغط مرتين هنا يا مثلا على فوي 1 ونكتب الاسم اللي بغيت وكن اكد بالضغط على بالنفس الطريقة بالنسبة لباقي الصفحات ايكسل ما كيسمحش لي نقوم بتكرار الاسماء فمثلا نبغيت نكتب مرة اخرى فكن توصل برسالة لي من خلالها ايكسل تي اكد لي بلي هاد الاسم استعملته من قبل اذا كنضغط على ايشاب للرجوع يمكن لي ايضا نقوم بحدف هاد الصفحات يكفي نمشي الصفحات اللي ما بغيتش في حاجة لها ونضغط على الزر لي من فلسوري ونضغط من بعدها لسبخيمة كان توصل برسالة اللي ايكسل من خلالها كيسألني واش فعلا بغيت نحدف صفحة وكان اكد بالضغط على سبخيمة الان بغيت نحدف عدد من الصفحات في مرة واحدة يكفي نحدد مجال الصفحات اللي بغيت نمسح ونختار مثلا هاد الصفحة ومن بعد نضغط على الزر شيفت ومن بعد نضغط على هاد الصفحة اذا من بعد مختارت هاد المجموعة كان ضغط على الزر لي من فلسوري ومن بعد على سبخيمة وكان اكد بالضغط من جديد على سبخيمة الان في حالة بغيت نضيف عدد كبير من الصفحات في مرة واحدة كان ضغط مثلا هنا على هاد الصفحة ومن بعد على الزر شيفت ومن بعد نضغط على هاد الصفحة الآن قمت باختيار هذه المجموعة اللي كتشكل من أربع صفحات وإلا ضغطت الآن على هذا الزر فلاحظه كيتضاف عندي أربع صفحات مرة واحدة